كما قام أمس مجهدي وأبناء شهداء لبلدية العين الصفراء بزيارة لمقبرة الشهداء وذلك للترحم على الشهداء في يوم 11 ديسمبر ويستذكرون ويلات المستعمر وكذلك استذكروا مظاهرات 11 ديسمبر حيث التقى المجهدين وأبناء الشهداء في مقبرة الشهداء وذلك لقراءة الفاتحة والترحم على شهداء الوطن استذكروا مظاهرات 11 ديسمبر وويلاتهم مع المستعمر الفرنسي التغطية لمصطفى دحاوي أنا هذا نتوجه للشعب الجزائري وخصوص الشباب وأنا مجاهد وراني نقول لهم يودي هذا الشباب هذا النهار هذا انتع تاريخ وهي قعد الذكريات انتع الجزائر كما كانت كلها تاريخ كلها تاريخ وماذا بهم يقفوا على بلادهم ودائما يتفكروا هذا التاريخ هذا ويخدموا بتاريخهم اتفال بيوم 11 ديسمبر 1960 أعتقد بأنه يجسد وبصفات بارزة وواضحة ما قولت المرحوم هواري بومديل لما قال بأن هذه الثورة لها بطل واحد وهو الشعب فعلا لأنه حيثما نفدت الداخيرة وجاء الحصار قوية بسبب الحصار الذي فرضه خط مريس كانت هبة الشعب الجزائري في هذه المظاهرات التي أظهرت للشعب بأنه فعلا هذا شعب يريد الحرية ويريد العتاق اليوم المبارك اليوم منتع 11 من الستين نساخر به ولا الثورة الجزائرية والشهادة اللي ضحوا اللي ماتوا في هذا اليوم الرحموا عليهم والحمد لله اليوم الجزائر خرجت من معزق الاستعمار ونفتخر بالمجاهدين الأولين اللي نوضوا الثورة الجزائرية أول نوفمبر